حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني قال حدثنا أبو الأحواص حكيم بن عمير وحبيب بن عبيد عن أبي الضرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدع رجل منكم أن يعمل لله ألف حسنة حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة فإنها ألف حسنة فإنه لا يعمل إن شاء الله مثل ذلك في يومه من الله ذنوب ويكون ما عملا من خير سوى ذلك وافرا حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثني حميد بن عقبة بن رومان عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة ومن كتب له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة حسنة أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني شريح بن عبيد الحضرامي وغيره عن أبي الضرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا أبنى آدم لا تعجزن من الأربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره حان أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني بعض المشيخة عن أبي أدريس السكوني عن جبيري بن نوفير عن أبي الضرداء قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن لشيء أوصاني بصيامي بثلاثة أيامين من كل شهر وأن لا أنام إلا على وطر وسبحة الضحى في الحضر والسفر حدثنا أبو اليماني قال حدثنا أبو بكر عن ضمرة ابني حبيب عن أبي الضرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم حدثنا محمد بن مصعب قال حدثني أبو بكر عن زيدي بن أرطاطة عن بعض أخوانه عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء ينقصه إلا الشر فإنه يزاد فيه حدثنا أبو جعفر السويدي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن عطبة الدمشقي قال سمعت يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عائذ الله عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عق ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني أخ لعادي بن أرطاطة عن رجل عن أبي الضرداء قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخوى فما أخاف عليكم الأئمة المضلون حدثنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا أبو الربيع سليمان بن عطبة السلامي عن يونس بن ميسرة بن حلبصن عن أبي إدريس عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا حدثنا هيثم وسمعته أنا من هيثمين قال أخبرنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الضرداء قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم أمر نستأنفه قال بل أمر قد فرغ منه قالوا فكيف بالعمل يا رسول الله قال كل أمر مهيئ لما خلق له حدثنا هيثم وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليوم فأخرج ذرية بيضاء كأنهم للذر وضرب كتفه اليسر فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمام فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كفه اليسر إلى النار ولا أبالي حسنا هيثم قال أخبرنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم عليه السلام قم فجهز من ذريتك تسعة مئة وتسعة وتسعين إلى النار وواحدا إلى الجنة فبكى أصحابه وبكوا ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا رؤوسكم فوالذي نفسي بيدهما أمتي في الأمم إلا كشعرة البيضاء في جد الثور الأسود فخفف ذلك عنهم حسنا هيثم قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال أبو عبد الرحمني حدثني الهيثم بن خارجة عن أبي الربيع بهذه الأحاديث كلها إلا أنه أوقف منها حديثا لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم وقد حدثناه أبي عنه مرفوعا حسنا حسن قال حدثنا أبن لهيعة عن واهبي بن عبد الله أن أبا الضرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إلها إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة قال قلت وإن زن وإن سرق قال قال وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق على رغم أن في أبي الضرداء قال فخرجت لأنادي بها في الناس قال فلقيني عمر فقال ارجع فإن الناس إن علموا بهذه اتكلوا عليها فرجعتوا فأخبرته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صدق عمر حسنا سريج بن النعمان قال حدثناه شيم قال أخبرنا عباد بن راشد المنقري عن الحسن وأبي قلبة كان جالسين فقال فقال أبو قلبة قال أبو الضرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تفتته فقد أحبط عمله حسنا حسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن بلال بن أبي الضرداء عن أبي الضرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر حان يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني عمرو بن الحريث عن سعيدي بن أبي هلال عن عمر الدمشقي أن مخبرا أخبره عن أم الدرداء عن أبي الضرداء أنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشرة سجدة منهن سجدة النجم حان سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدنا بن أبي طلحة عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في الليلة فقيلة ومن يطيق ذلك قال اقرأ قل هو الله أحد حدثنا عبد الملك بن عمر وابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن الحسن بن مسلمين عن خاله عطاء بن نافع أنهم دخلوا على أم الدرداء فأخبرتهم أنها سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل شيء في الميزان قال ابن أبي بكير أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون يعني أبا محمد المرائي التميمية قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن عبد الله بن سلمين قال صاحبت أبا الدرداء أتعلم منه فلما حضره الموت قال آذن الناس بموت فآذنت الناس بموته فجئت وقد ملأ الدار وما سواه قال فقلت قد آذنت الناس بموتك وقد ملأ الدار وما سواه قال أخرجوني فأخرجناه قال أجلسوني قال فأجلسناه قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتني يتمه ما أعطاه الله ما سألم عجلا أو مؤخرا قال أبو الدرداء يا أيها الناس إياكم وأهل التفات فإنه لا صلاة للملتفيت فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفريضة حثنا محمد بن بكر وعبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة اليعموري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا نحن أضعفون من ذلك وأعجزوا قالا إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن حثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري أن أباء الدرداء قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بجبل إنزال عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به وإنه يصير إلى ما جبل عليه حان محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت من أغضبك قال والله لا أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت له ما لاك فقال ما أعرف من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة حثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي عن يعيش بن الولدي بن هشامين حدثه أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن أبي طلحة أن أباء الدرداء أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت أن أباء الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر قال صدق أنا صدبت له وضوءه حدثنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو يعقوب يعني إسحاق بن عثمان الكلابية قال سمعت خالد بن دريك يحدث عن أبي الدرداء يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم ومن أغبرت قدمه في سبيل الله حرم الله صائر جسده على النار ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجلي ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها مثل لون الزعفران وريحها مثل ريح المسكي يعرفه بها الأولون والآخرون يقولون فلان عليه طابع الشهداء ومن قاتل في سبيل الله فوى قناقة وجبت له الجنة حسنا حماد بن خالد قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان وإسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال لقد رأينا في بعض أسفارنا وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وقال أبو عامر عثمان بن حيان وحده حسنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ثابت أوي عن أبي ثابت أن رجلا دخل مسجد دمشق فقال اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي وارزقني جليسا حبيبا صالحا فسامعه أبو الدرداء فقال لإن كنت صادقا لأنا أسعد بما قلت منك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمنهم ظالم لنفسه قال الظالم يأخذ منه في مقامه فذلك الهم والحزن ومنهم مقتصد يحاسب حسابا يسيرا ومنهم سابق بالخيرات فذلك الذين يدخلون الجنة بغير حساب حنا علي بن بحر قال حدثنا بقية قال حدثنا ثابت بن عجلان قال حدثني القاسم مولى بن يزيدة عن أبي الدرداء أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تعجل علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة قال عبد الله قال أبي قال الأشجعي يعني عن سفيانا عن الأعمشي عن أبي زياد دخلت مسجد دمشق حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عاصمين عن محمد بن سيرينة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء لا تختص ليلة الجمعة بقيامين دون الليالي ولا يوم الجمعة بصيامين دون الأيام حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن عمري بن مرة عن سالم بن أبي الجعدي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بل قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمشي عن ذكوان عن رجل عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال رؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له حثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عطائه بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان فينا رجل لم تزل به أمه أن يتزوج حتى تزوج ثم أمرته أن يفارقها فرحال إلى أبي الدرداء بالشام فقال إن أمي لم تزل بي حتى تزوجته ثم أمرتني أن أفارق قال ما أنا بالذي آمرك أن تفارق وما أنا بالذي آمرك أن تمسك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو أحفظه قال فرجع وقد فارقها حدثنا علي بن عاصمين حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي قال أمراني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن الموسيب عن سناء إن يحددونه ويركزونه في الأرض فيصبح وقد قتل الضبع أتراه ذكاته قال فجلست إلى سعدي بن الموسيب فإذا عنده شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام فسألته عن ذلك فقال لي وإنك لا تأكل الضبع قال قلت ما أكلتها قط وإن ناسا من قومي ليأكلونها قال فقال إن أكلها لا يحل قال فقال الشيخ يا عبد الله ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الضرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت بل قال فإني سمعت أبا الضرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن كل ذي خطفة وعن كل نهبة وعن كل مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع قال فقال سعيد بن الموسيب صدقة حثنى علي بن ثابت حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسيب قال كان رجل بالشام يقال له معدان كان أبو الضرداء يقرئه القرآن ففقده أبو الضرداء فلقيه يوما وهو بدابق فقال له أبو الضرداء يا معدان ما فعل القرآن الذي كان معك كيف أنت والقرآن اليوم قال قد علم الله منه فأحسن قال يا معدان أفي مدينة تسكن اليوم أو في قرية قال لا بل في قرية قريبة من المدينة قال لا مهلا نويحك يا معدان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خمسة أهل أبيات لا يؤذن فيهم بالصلاة وتقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان وأن الذئب يأخذ الشاذة فعليك بالمدين ويحك يا معدان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة ووكيع قال حدثني زائدة بن قدامة عن السائب قال وكيع أبني حبيش الكلاعي عن معدان ابني أبي طلحة العمري قال قال لي أبو الضرداء أين مسكنك قال قلت في قرية دون حمسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان عليك الجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية قال ابن مهدي قال السائب يعني الجماعة في الصلاة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت أبا عمر الصينية عن أبي الضرداء أنه إذا كان نزل به ضيف قال يقول له أبو الضرداء مقيم فنسرجه أو ضاعن فنعلف قال فإن قال له ضاعن قال له ما أجد لك شيئا خيرا من شيء أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قلنا يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد وكذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن أخذتم به جئتم من أفضل ما يجيء به أحد منهم أن تكبروا ألها أربعا وثلاثين وتسبحوه ثلاثا وثلاثين وتحمدوه ثلاثا وثلاثين في دبر كل صلاة قدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال ثنى شعبة وعن قتادة قال حجاج في حديثه سمعت سالم بن أبي الجعذ يحدث عن معدانة عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال قال حجاج من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف حثنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكي خراني عن أم الدرداء عن أبي الضرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسى حدثناه يزيد قال أخبرنا شعبة عن الكي خراني حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نوفير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجح على باب فستاط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن عطائي بن يسار عن شيخ عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا قال رؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له حدثنا سفيان بن عيينة عن أبن المنكدير سمعه من عطائي بن يسار وعبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن عطائي بن يسار عن رجل من أهل مصر سألت أبا الدرداء فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه حدثنا بهز حدثني بكيرو بن أبي السمبيط حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطافاني عن معدنا بن أبي طلحة اليعموري عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن قالوا يا رسول الله نحن أضعف من ذاك وأعجز قال فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد جزء من أجزائه وحدثناه عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن سالمين عن معدنا عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ فذكر معناه قال أبي وقال عفان حدثنا بكيرو بن أبي السمبيط بهذا الإسناد بمثله سواء حدثنا حجاج بن محمد حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن زياد بن أبي زياد مولى أبن عياش عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من أعطاء الذهب والوريق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربون رقابكم ذكر الله عز وجل حثنا أبو معاوية قال ثناء الأعمش عن أبي صالح عن عطائي بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء قال أتاه رجل فقال ما تقول في قول الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشراهم في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له بشراهم في الآخرة الجنة حثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي الدرداء مثل حديث زيدي بن وهب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة إلا أن فيه وإن رغم أنف أبي الدرداء حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عطائي بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان فينا رجل فذكر الحديث قال فرحل إلى أبي الدرداء فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيدي بن أسلم قال كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء فتابيته عند نسائه ويسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام ليلة فدع خادمه فأبطأت عليه فلعنها فقالت لا تلعن فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفاء حثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية حدير بن كريب عن كثير ابن مرة الحضرامي قال سمعت أبا الدرداء يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في كل صلاة قراءة قال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت هذه فتفت إلي أبو الزرداء وكنت أقرب القوم منه فقال يا أبن أخي ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم حدثني يحيى بن سعيد عن مالك عن زيدي بن أسلم عن عطائي بن يسار أن معاوية أشتر سقاية من فضة بأقل من ثمنها أو أكثر قال فقال أبو الزرداء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا إلا مثلا بمثل حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكي خراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أثقل في الميزان من خلق حسئ حثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال عبد الرحمن في حديثه فلقيت أبا الدرداء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبيع حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعد عليه معاوية فقال القرشي إن هذا دق سني قال معاوية كلا إن سنرضيه قال فلما ألح عليه الأنصاري قال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة قال فقال الأنصاري أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته أذني ووعاه قلبي يعني فعاف عنه حتنا إسماعيل حدثنا داود وابن أبي عادي عن داود عن الشعبي عن علقمة قال لقيت أبا الدرداء قال ابن أبي عادي في حديثه فقدمت الشام فلقيت أبا الدرداء قال ممن أنت قلت من أهل الكوفة قال هل تقرأ علي قراءة ابن مسعود قلت نعم قال فقرأ والليلي إذا يغش قلت والليلي إذا يغش والنهار إذا تاجل والذكر والأنثى قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها قال أحسبه قال فضحك حتنا إسماعيل عن ليث عن شهري بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه المسلمي كان حقا على الله عز وجل أن يرد عنه نارجه هنما يوم القيامة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد ابن معدان عن أبي الدرداء قال استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصل فيه ركعتين وقال اللهم أرزقني جليسا صالحا قال فجاء فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء ممن أنت قال من أهل الكوفة قال كيف سمعت أبن أم عبد يقرأ الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلق العلقمة والذكر والأنثى فقال أبو الدرداء لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال هؤلاء حتى شككوني ثم قال ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوساد ابن مسعود وصاحب السر حذيفة والذي أجير أجير من الشيطان عمار حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني مغيرة قال سمعت إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فذكر الحديث حثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا سالم بن أبي الجعد الغطافاني عن معدنا ابن أبي طلحة العموري عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال حدثنا حسين في تفسير شيبانة عن قتادة قال ثنا سالم بن أبي الجعد عن معدنا ابن أبي طلحة عن أبي الضرداء فذكر مثله حدثنا عبد الصمد وعفان قال ثنا همام قال عفان في حديثه حدثنا همام قال كان قتادة يقص به علينا قال ثنا سالم بن أبي الجعد الغطافاني عن حديث معدنا ابن أبي طلحة العموري عن حديث أبي الضرداء يرويه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ثنا همام حدثنا قتادة قتادة عن سالمين عن حديث معدنا عن أبي الضرداء يرويه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ عشر آيات من سورة الكهف حثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا أبو بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر ألا تيمي عن أم الدرداء عن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال أتيت الشام فدخلت المسجد فصليت ركعتين وقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فذكر معنى حديث شعبة حان أبو العلاء الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أبي حلبص يزيد بن ميسر قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول إن الله عز وجل يقول يا عيسى إني بعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا ألها وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون أحتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلم وعلمي حان أحمد بن عبد الملك حدثني صدقة بن أبي سهل قال حدثني كثير أبو الفضل لا طفاوي حدثني يوسف بن عبد الله بن سلم قال أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه فقال لي يا أبن أخي ما أعمدك إلى هذا البلد أو ما جاء بك قال قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والد عبد الله بن سلم فقال أبو الدرداء بئس ساعة الكذب هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربع شك سهل يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر لها عز وجل غفر له قال عبد الله وحدثناه سعيد بن أبي الربيع السمان قال حدثنا صدقة بن أبي سهل الهنائي قال عبد الله وأحمد بن عبد الملك وهي ما وهي ما في اسم الشيخ فقال سهل بن أبي صدقة وإنما هو صدقة بن أبي سهل الهنائي حثنا عفان حدثنا همام قال ثنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معذي بن جبل أنه إذ حضر قال أدخلوا علي الناس فأدخلوا عليه فقالا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة وما كنت أحدثكمه إلا عند الموت وشهيدوا على ذلك عويمر أبو الضرداء فأتوا أبا الضرداء فقال صدق أخي وما كان يحدثكم به إلا عند موته حثنا محمد بن مصعبا حدثنا أبو بكر عن خالدي بن محمد عن بلالي بن أبي الضرداء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يصم ويعمي حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن مغيرة أنه سمع إبراهيم يحدث قال أطع القمة الشام فصلى ركعتين فقال اللهم وفق لي جليسا صالحا قال فجلست إلى رجل فإذا هو أبو الضرداء فقال ممن أنت فقلت من أهل الكوفة فقال هل تدري كيف كان عبد الله يقرأ هذا الحرف والليل إذا يغش والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى فقلت كان يقرأها والليل إذا يغش والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى فقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فما زال بهؤلاء حتى كدوا يشككوني ثم قال أليس فيكم صاحب الوساد والسواك يعني عبد الله ابن مسعود أليس فيكم الذي أجره الله على لسان نبيه نبيه من الشيطان يعني عمار بن ياسير أليس فيكم الذي يعلم السر ولا يعلمه غيره يعني حذيفة حثنى أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر عن شريح بن عبيد عن أبي الضردائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول ابن آدم لا تعجز من أربع ركعات أول النهار أكفك آخره حنى الحكم بن نافع عن أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر وعن أبي أدريس السكوني عن جبير بن نوفير عن أبي الضردائي قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن لشيء أوصاني بصيام ثلاثة أيامين من كل شهر وأن لا أنام إلا عن وطر وسبحة الضحى في الحضر والسفر حثنا صفيان بن عوينة عن عطاء يعني ابن سائب عن أبي عبد الرحمن المقرئ قال قال أبو الدردائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوصط أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب أو داعه حثنا صفيان عن عمر وعن أبن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدردائي عن أبي الدردائي يبلغ به من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير وليس شيء أثقل في الميزان من الخلوق الحسني حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا إلى الشام فأتانا أبو الدردائي فقال أفيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله فأشاروا إلي قال قلت نعم أنا فقال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل قال قلت سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل واذكر والأنث قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها وهؤلاء يردون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم حثنا سفيان مرة أخرى عن عمر وعن أبن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدردائي عن أبي الدردائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إثقال شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن عطائي بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدردائي قال سئلا عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل بعض رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي الرؤية الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة حثنا أبو معاوية تحدثنا هشام بن حسان القردوسي عن قيسي بن سعد عن رجل حدثه عن أبي الدردائي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أموال السلطان فقال ما أتاك الله منها من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله قال وقال الحسن لا بأس بها ما لم يرحل إليها أو يشرف لها